السلام عليكم أصدقائي في فيديو اليوم رح نحكي موعد توقيت مباريات منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة كأس العرب بالإضافة محترف جديد لنادي الوحدي وصفقة جديدة لنادي الكرامي قبل ما نفوت بالتفاصيل إذا كنت عم تابعني على اليوتيوب أتمنى تشترك بالقناة ولا عم تابعنا على فيسبوك دعم للصفحة متابعة للصفحة وأنا أقول لكم كونوا شاكرين خلينا نفوت بالتفاصيل إذا منتخبنا الوطني للناشئين في بطولة كأس العرب تحت السبتعاشر عام أخيرة في بطولة غرب آسيا كان عم يوصل للنص النهائي وعم ينظلم مع محال في الحظ للأمانة بمباراة كبيرة أمام الأردن كنا عم نهدر في عشرات الفرص وكنا قادرين أنه نتأهل لنهائي غرب آسيا بتمنى منتخبنا الوطني في بطول كأس العرب أنه يعوض مع أن المهم الصعب أنت عم تحكي عن مجموعة الرابعة رح تضم لبنان سعودية فراعنة منتخب المصري يا إلهي امتحان حقيقي لمستقبل الكرة السورية ببساطة هذا العنوار رح يكون اليوم المباراة الأولى رح تكون أمام المنتخب لبناني البطولة طبعا رح تصير بأربعة وعشرين أو شهر آب الحالي أولى المباراة رح تكون أمام المنتخب لبناني يوم الأربعة بأربعة وعشرين آب أربعة وعشرين شهر الحالي أمام المنتخب لبناني سوريا لبنان فينا نقول أولى المباراة سوريا لبنان متقاربين دائما نحن والأشقاء اللبنانية بكرة القدم يعني ممكن بهين مباراة ناشئين منتخبنا الوطني يتفوقوا أتوقع إن شاء الله بتكون قوة ثلاث نقطة بالمجموعة لأنه تاني المباريات رح تكون صعبة أمام المنتخب السعودي بـ 27 أب يعني بعد ثلاثة أيام يا إلهي وما بيحكيكم عن المنتخب السعودي تطور بالناشئين بالشباب بالرجال بالقدم بكل شي رياضات المنتخب السعودي عم يتطور إلا منتخباتنا الوطنية مثل مع إلا منتخباتنا الوطنية مثل العادي أنا ري بركبي لأورا دائما نحن عم نتراجع لأورا إذا المباريات التانية أمام المنتخب السعودي بـ 27 أب صعبة أتمنى منتخبنا الوطن للناشئين يتفوقوا على نفسهم المباراة التالت والأخير رح تكون يوم السبب 30 أب أمام الفرعني أمام المنتخب المصري يا إلهي مواجهة صعبة مواجهة نارية مثل ما حكنا انتحان حقيقي لمستقبل الكرة السورية إذا منتخبنا الوطن 24 أب أمام لبنان 27 أب أمام السعودي 30 أب أمام الفرعني منتخب المصري أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطن للناشئين بوجهة نظري قادرين إن شاء الله قادرين ناشئيننا رجال سبقوا حكيت بأرض الملعب محتاجين شوية دعم شوية تحفيز شوية معسكرات شوية اهتمام لو بأبسط الأمور بالأحزي والألبس والمعدات وصدقونا رح تشوفوا منتخب للناشئين رائع وراح يكون بالمستقبل منتخب رهيب أول لمنتخبنا الوطن نهاية حديثنا عن بطولة كأس العرب منتما حكينا تحت 17 عام اكتب لبكم انتوقعتك مبارات منتخبنا الوطن لبناء السعودي مصر اكتب لبكم انتوقعتك شو بتتوقع منتخبنا الوطن بهذه المجموعة تصدر المجموعة معقول صعب بس منقول إن شاء الله أقوله يا رب خبرنا الثاني محترف لنادل وحدي نادل وحدي سبقوا تعاقد مع محترفين وكانوا معمز بطموع وكانوا نقول رئيس نادل وحدي مهر سيد إنه عندهم ضعف بالحال البدني بدهم إعادة تأهيل من شهرين إلى ثلاثة مشكلة الدورة السورية أو الأنديج السورية مو بس نادل وحدي انت الشخص اللي عم تتعامل معه كسمسار أو مكتشف مواهب أو الشخص اللي عم تقوله شوف له محترفين عم يقول لك فيه محترفين البرازيلة أو فيه محترف بالدورة الفلانة مثلا انت هذا السمسار لازم يكون ثقة لازم يكون شخص معروف اللاعب برازيلة بتجيبه شوفنا شو صار مع نادل فتور رجعنا شو صار مع نادل وحدي لاعبين محترفين ما زبطوا معهم راحوا لنادي جبلو وأنا سمعت من ساعات قليلة أنه كمان ما زبطوا مع نادل جبلو إلى الآن ما في أخبار بتمنى اللاعب رواندي إيرنست بتمنى أن يكون إضافي لنادي الوحدي لعمر 31 عام والطول 191 لعب 46 مباراة دولية مع منتخب بلاده رواند سجل من خلالهم 15 هدف بتمنى التوفيق لماهر السيد لنادي الوحدي بالمحترفين بتمنى التوفيق بالدورة السورية للموسم القادم إن شاء الله خاصة بعد خروجهم من كأسور بالنسبة لانتقالات الدورة السورية نادل كرامي صفقة جديدة مين؟ عداي عيد أهلا وسهلا العودة إلى نادي الأم الكرامي بالمناسبة عداي عيد من أبناء نادل كرامي من الفئات العمري ناشئين أشباه شباب وصل للرجال مع الجيل الزهبي مع جهاد الحسين مع سفير أتاسي مع بلاد الرفاعي مع مصعب بلحوس مع كتير أسماء مع عاطف جنيات ما بننسى حدي مشاو ما حالي زعل مننا مع كتير أسماء مع عدنان الحافز بقيادة أبشاكر عدي عيد وصل للجيل الزهبي بعدين كان عم يطلع من نادي الكرامي محترف مع عدة أنديين وآخر الشيء كان عم يلعب مع نادي الجبلي بعدين كان عم يلعب مع نادي الوسبب وحاليا عم يرجع لنادي الكرامي بالتوفيق يا رب وصلت بحاجة نادي الكرامي للاعب وسط ولاعب زهير بكل تأكيد العمر بتكون تستغربه من العمر العمر 37 عام كبير نرجع لنا نكرر خيارات المدرب فواز مندو في كتيرين كانوا عمر راسلوني يقولوا لي أنه العمر 37 عام ممكن أنت معقول استغنيت عن لعبين شبان بفسخ عقود وحاليا عم تتعاقد مع لعب بعمر 37 عام أنا لست بمدرب ولا أنا مدرب الكرامي في مدرب اسمه فواز مندو في إياد مندو هو مسؤول عن تعاقدات مسؤول عن فريق خيارات مدرب نحن ما علينا إلا ندعم نبصم لهم بالعشرة استلموا الفريق نحن منشوف نهاية الموسيل نتائج فواز مندو وإن شاء الله متفقلين إن شاء الله خير إن شاء الله نتائج نادي الكرامي خيارات مدرب لا يحد يدخل فيها أبدا هو بده عدى يعيد 37 عام نحن ما عنا مشكلة مثل أي مشروع وحكينا نادي الكرامي مشروع مثل أي مشروع أنت عندك مشروع تجيب شخص يستلم هالمشروع يقول لك أنا بدي المكانات الفلانية ما فيك تقول له أنا هاي المكانة ما فيني يجيبها أو أنا هذا الانتاج ما فيني أعمله لأنه مكلف نهاية الموسم أو بجرد السنوية وتخسر شركتك بقول لك أنا قلت لك بدي هاي المعدات أو بدي هاي المكانات أو هاي الآليات أنت ما جبتون فأنت بتتحمل المسؤولية إنما وقت أنت بتجيب شخصا مسؤول عن هذا المشروع وتعطيه كل المعطيات بتعطيه حرية الاختيار بنهاية الموسم أو بجرد السنوية بتقول له أنا قدمت لك كل شي أريديني شو عندك أرباح أريديني شو عندك نتاج وهذا اللي عم سير بنادي الكرامي نهاية الكرامي مشروع إن شاء الله عطوا الحرية لفواز مندو وإن شاء الله بنهاية الموسم نسمع أخبار حلوية بالتوفيق لعداء يعيد مع نهاية الكرامي إن شاء الله نهاية فيديو اليوم بالنسبة لموعد توقيت مباريات إياب نص نهاية كالسوريا رح نعمل فيديو ونحكي عن مبارات شرين والوسبي رح نحكي عن مبارات أهل حلب والجيش مبارتين رائعات رح نحكي هل ممكن نادة شرين نحكي هل ممكن نادة شرين حق رومانتادا الأماني يعني 2-0 بالزعاب خلينا نحكي خليل حكي له الفيديو القادم إنما أنا بأسفني إنه تم أو استقالة عمار شمال من مدرب نادة شرين أنا تمنيت إنه يبقى مدرب كبير بالدورة السورية بتمنى إنه نحن قددتها السورية مو أي خسارة قيل المدرب يعني دائما المدرب هو بحاجة لفرصة ممكن مبارات الزهب ما توفى عامل الطردين السرع المباراة ممكن بمبارات الإياب يعوض يعني أنت عم تحكي عن مبارات كأس 2-0 بالزهب 2-0 بالإياب نحنا بنحكي ممكن لأنه هلأ بجزع المناجم أهل الوسبي نحنا بنحكي ممكن مباراة الإياب 2-0 مباراة بتروح لرقلات الترجيح لا مستحيل في كرة القدم بس تغربت الشيء اللي صار بنادة شرين بتمنى يرجعوا تكاتفوا يحبوا بعض وقفوا مع بعض الجمهور يساند اللاعبين لحتى يقدموا مباراة كبيرة بحمص مباراة الإياب رح تكون من أرواح مباراة كأس الجمهورية قبل ما أنه الفيديو اليوم مثل ما حكينا متابعنا على اليوتيوب إذا عملي ويعمل اشتراك للصفحة اولا متابعنا على الفيسبوك يعملنا متابعة على الصفحة وأنكم كون شكري لانا دا ما تضلوا خيص على مريكو